مساء الخير حبيباتي كراكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بأحسن الأحوال يا رب ان شاء الله نكون طلت عليكم بالهنة والفرح والسرور دائما ندعو الأخواتنا بالغيب اللي رحنا نقولها ربي شافيك ان شاء الله واللي عندها حاجة في قلبها ربي يعطيها لهم واللي عندها شي اختبار ولا ربي نجحها ان شاء الله دائما لا تنسوش تصلوا على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام ودائما نرحب لي دخلوا جهة القناة نقول لهم الف مرحبا اللي انضميتوا لينا واللي انضميتوا العائلة كويزي الميرا واللي ما زال ما انضمش لينا شاء الله يستنى ينضم لينا ويخلي لي جاب وكمونتر للمزيد من الوصفات واذا عجبتكم الوصفاتها اليومة ما تنسوش تجم جمولي لها شوية وتدعموني وتخلوا لي تعليق يفرح كما انتم ما تفرحوا والوصفة اليومة اللي هي البرجر خبز البرجر رائع جدا وخفيف ومقطن وكي معكم تشوفوا يجي خاوي من الداخل وبمقادر اقتصادية وسهلة نجمو ديرو في رمضان روح نشوفو المقادر نبدو بالمقادر على بركة الله نجيبو الايناء التاع نديرو فيه 500 مليلتر تاع الحالي بيكون دافي ومورا هنزيدو مغرف ونص تاع الخميرات تاع الخبز مع مغرف كبيرة تاع السكر ونخلط مليح بالفوي ومورا هنزيدو مغرف كبيرة تاع الخل يا اما خل ابيض ولا خل عادي ونخلط مليح ونزيدو مورا ها 4 كاس تاع الزيت ونعاودو نزيدو نخلطو وبالنسبة يعني للفالينة يعني عينك ميزانك اولا نضيفي كمية اللولا وتخلطي مليح وتعاود تزيدي مغرف صغيرة تاع الملح وتزيدي كمية تانية حتى تشوفي بلي العجينة تاعك تلمتلك مور ما تلملك العجينة تاعك بديلي شوية تزيد في يديك وبدي تدركي مليح العجينة حوالي 10 دقائق هاك حتى تشوفي بلي العجينة يعني تلمتلك مورا ها قد بيديك الاناء ديري فيه شوية تاع الزيت وحتى العجينة تاعك وعود تدهنيها من فوق بالزيت وغطي عليها وخليها تخمر حوالي ساعاك وبالنسبة لحشوان استخدمت يعني دجاج مطحون وزلت له شوية تاع البصلة باش تضعطيك بالنشابة وزلت له تاوب الففلة كحلا سكين جبية تاوب الدجاج وشوية تاع الملح وخلط مليح هنا احنا عطيكم استوسي يعني باش الفيونداشي تاعك يجيك حجم واحد نجيبي غطاء تاع البا تديري فوق هغيلة في شفاف وتحطي اولا كمية اللوي يعني كمية تاع الفيونداشي ولا اللي كان عندك متوفر وتبدي توزعي فيه ملح بهذا الشكل وهنا بالنسبة يعني الحجم التاعه هنا من احسن انتكم يعني تكبروها شوية باش ما تغمنكم شك يتقلوها بس كاذا رققتوها غادي تغمنكم كيف كيف مراها تقلبوها يعني في طبسي ولا تقلبوها بهذا الشكل وهنا كي مراكم تشوفوا يعني الحجم التاعه مجاقع كيف كيف مراها هادة المقلة تاعي تحمد فيها شوية زيت وقليت زوك اللي خبيزة تعدى شاش وبالنسبة العجينة بعد ما خليناها تخمر حوالي ساعة كي مراكم تشوفوا الحجم التاعه الضعف ولا بهذا الشكل مراها تبدو تضيقازو في العجينة مليح وتحطوها في طاولة العمل وما تنسوش تديرو الفارينا وتبدو يعني تدوروها بهذا الشكل وتشكلوها على شكل حربوش وتبدو تجبدو مليح من الجوانب يعني بهذا الشكل وتعاودو الخطوة مرة تانية وهنا تجيبو يائما خدمي ولا تبدو تقطعو العجينة تاكم يعني على شكل قطع صغيرة هنا شكلتها يعني قطعتها ل 12 قطعه وخاص كل قطعه يعني تكون تشبه تشبه الأخرى خاص يكون الحجم التاعهم كيف كيف باش يخرجو لكم كيف كيف مراها تبدو تشكلوهم على شكل كريات صغار بهذا الشكل مرا ما تشكلوهم يعني على كريات صغار تجيبو لسنيتاكم تديرو في سربيتا وشوية الفرينة وتحطو القطع تاكم خاص تباعدو بين القطعه والقطعه وتعاودو تغطوهم سربيتا وتخلوهم يخمرو حوالي نص ساعة هاكا حتى يتضاعف شكلتاهم بعد ما خمرو لي حوالي نص ساعة هاكا حطيتهم في سني باش يطيبو وتبدو تعبزو عليهم غير بشوية ما تعصوش بزيف وتدهنوهم يا إما يعني بالحليب ولا تنجمو تديرو حبابيت مع شوية تا الخل وبالنسبة للتزين هنا زينتهم يعني بجنجلين يعني كل واحدة والدوق التاحة في التزين وموراها تخلوهم يطيبو على درجة حرمية وتبين درجة تشعلوا الفرن للجهة التحتانية وموراها تعودوا تشعلوا الجهة الفوغانية أنا كاميرا لكم تشوفوا بعد ما طابولي أنا تنجمو تديرو يعني خطوة تاليتا تنجمو تدهنوهم بشوية تا الزيت وتخلوهم حاولي خمس دقائق هاكا باش يقعدو لكم تريين وموراها تعمروهم بالحشو اللي بغيتون تومة وهذا هو الشكل النهائي تعال خوبص على هامبرغان ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يكون عجبكم وما تنسوش تخلو دعليه تعليق واجم جمولي وشاهية طيبة